الأمن الإقليمي المتكامل والأمن العربي كل لا يتجزأ ويمكن لو رجعنا بالذاكرة كده شوية للحملة الانتخابية لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي وقال نفس الكلام ساعتها وإنه الأمن القومي العربي هو أمن قومي مصري ويمكن لو نفتكر كلنا كلمة مسافة السكة لقالها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إنه بحدوث أي مشكلة لقدر الله في أي مكان عربي مصر حتكون بالنسبة لها هي مسافة السكة للوقوف بجانب الأشقاء العرب ويمكن ده اللي احنا متعودين عليه من الجانب المصري ويعني تحدث السيد رئيس أيضا عن مكافحة الفكر المتطرف واكتساس منابع الإرهاب وتكفيف منابع الإرهاب ووجه حديثه للدول والمؤسسات الداعمة لهذه الميليشيات ويعني قال إنه عليهم تغيير أفكارهم اليوم وإنه آفة الإرهاب عانت منها دول عربية كثيرة على مدار عقود نروح مع حضراتكم نسمع جزء آخر من كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي ونرجع نكمل الكلام رابعا يظل الإرهاب تحديا رئيسيا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود ولذا فإننا نجدد التزامنا لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وسوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار بل وتطورت قدرتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة وأن على دعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل